أشوف حكيمي يشتم أنفنتين ورئيس اتحاد كرة القدم الفيفا في ممور اللاعبين فماذا حدث؟ قبل ما نبدأ ونقول التفاصيل بوجه التحية لكل أهل المغرب ولكل الدول العربية ولو أنتم متأكدين أن المغرب واقع عليها ظلم تحكيمي أو واقع عليها ظلم عمتا وللعرب كلها ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا رأيكم في التعليقات عشان مشوف تفاعل الناس على الموضوع عامل إزاي شيتيمة كبيرة جدا أو يشتم حكيمي انفنتينو رئيس اتحاد كرة القدم الفيفا في ممور اللاعبين ماذا حدث خبر نازل على موقع سكاي نيوز بالعربية من حوالي خمس ساعات كشفت فيه تقارير صحفية أن نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي دخل في مشدة كلامية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفنتينو بعد انتهاء مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا في كاس العالم 2022 السبت وقال الصحيفاتين يعني مش صحيفة واحدة والكلام من على صحف أجنبية ميرور بريطانية والاجازيتا دالو سبورت الإيطالية وموقع كمان اسمه جول إن أشرف حكيمي أجرى نقاش حاد وصل لدرجة الشتم مع انفنتينو في ممور اللاعبين اعتراضا على قرارات تحكمية خلال لقائي كرواتيا وفرنسا وخسر المغرب نصف النهائي أمام فرنسا بهدفين نظيفين ثم تلقى هزيمة أخرى أمام كرواتيا بنتيجة 2-1 لينهي المونديال في المركز الرابع محققا واحدة من أكبر مفاجآت كاس العالم على مدى تاريخه إلى أن حكيمي كان يرى أن منتخب بلاده يستحق تحكيما أفضل في المباراتين التي شهادت لقطات جدلية ومطالب باحتساب رقلتين جزاء للمغرب وقال صحفيون شاهدوا الوقعة أن حكيمي نقل غضبه لإنفنتينو بصوت مرتفع بخصوص عدد من الحالات التحكمية في المباراتين الأخيرتين مؤكدين أنهم منعوا من تصوير المشدة وفي وقت لاحق قال حكيمي في تصريحات تلفزيونية تعليقا على الوقع لم يحدث أي شيء كنت غاضبا بعد الشيء بعد نهاية المباراة ذهبت للتحدث معه يعني كان بيقصد إنفنتينو وتابع مدافع باريس سان جيرمان فرنسي أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له عشان كده بقول لكم هو يعتبر وصلة المشدة إلى درجة الشتيمة هو صديقي وأحترمه كثيرا لم يحدث أي شيء والموضوع منقول على مراكن جرينتا زي ما أنتم شايفين أشرف حكيمي بيقول أنا كنت فيش حاجة حصلت أنا كنت غضبان بعد المواجهة كنت عايزة تكلم معاه وأنا بعتذر عن الكلمات الموجهة له هو صديقي وأنا بحترمه جدا مفيش حاجة حصلت لأن لو في حاجة حصلت وتصور الموضوع صوت وصورة بالفيديو كان ممكن تحصل مشكلة لحكيمي وممكن يتم وقفه أو تعليق لعبه أو ممكن حتى لا يتم تكريمه أيا كان كان هيبقى فيه عقوبة كبيرة وإنفنتينو في نفس الوقت مرضوش أن تحصل حاجة زي كده علشان الشعب المغربي والدول العربية كلها غضبانة من اللي بيحصل فأكيد هو كمان لازم يراعي حاجة زي كده وما ينفعش أن هو يعاقب حكيمي علشان كده حاول تفادي الغضب وحاول الموضوع ما يكبرش أو يوسع وفي نفس الوقت حكيمي خلاه يطلع ويقدم اعتذاره قدام الناس كلها علشان في نفس الوقت هبته قدام الناس وقدام المنتخبات وقدام الدول كرئيس التحاد كورت القدم في العالم من يبقى الشكل وحش فده الموضوع حابانا نقول لحضراتكم ولكن من الواضح أن الظلم التحكيمي مش حصل مرة ولكن مرتين النهاردة كان فيه برضو ركلة جزاء في بعض الناس بتقول لا لا تحتسب لأن العرقلة اللي حصلت كانت خارج منطقة الجزاء بس على أقل كان عمل فاول كان مفروض الحاكم القطري يعمل فاول على أقل وفيه ناس تقول إنها واحدة بواحدة لأن كان مفروض فيه ركلة جزاء لصالح كرواتيا قبلها بدقيقة لم تحتسب فهو أعملها واحدة بواحدة وما حسبش التانية فده برضو ما فيش حاجة اسمها كده في الكورة كنتم مفروض تحسب دي وتحسب دي لو أنت حاكم عادل وشايف المباراة مظبوط فقلوا رأيكم في التعليقات وهل حكيمي كان عنده حق في اللي عمله ولا لأ وإيه المفروض الإجراءات اللي تتخذها دولة المغرب أو اتحاد كورة المغرب علشان تحاول تجيب حقها لأن اللي حصل للمغرب كان واضح جدا من ظلم بين في المباراتين مع فرنسا ومع كرواتيا شكرا لحضراتكم أتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الرأيكم في التعليقات وتكتبوه لي تحت عن الفائز النهاردة في مباراة الأرجنتين وفرنسا هيكون مين وبرضو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وهاريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس